لو نسوي تطبيق ينجح ولا لا أبعطيكم رأيي الشخصي أضمن لك لو تدخل على تحميل أبليكيشنات وتكتب زيتون طرع لك عشر تطبيقات زيتون التطبيقات كثيرة في العالم وبشكل مخيفة وأنا أضمن لكم أني ألحين وأنا أصور لكم خمسين شركة قاعدة تسوي تطبيق كم نجح منها؟ هنا كلام وهنا جواب يبغى لها باب وجواب وكلام طويل عريض ينجح ما ينجح في دراسات طبعا وأرقام تقول إنه من كذا تطبيق ينجح كذا تطبيق ما عندي نسب بالضبط عشان أقول لكم بس النسب اللي تنجح لا تذكر إلا شي نادر وشي مميز وشي صار زي نقول توفيق معاي؟ نقول مثال لو تسوي تطبيق زي نستجرام مثلا أو زي سناب شات بينجح أنا أضمن لك طلع بعد سناب شات ونستجرام أو قبله أو بعده خمس آلاف واحد لو تبحث تلقى خمس آلاف واحد فتح وسكر فتح وسكر نجح منها سناب شات ترى أمريكا أتوقع في اليوم يمكن ينزلون مئتين تطبيق كم نجح منها تلقى تنعد على أصابع اللي نجحت فأنا بوجهة نظري لا تخاطر بفلوسك في شي انت مبضامنة بعدين في شي ثاني سويت التطبيق نقول توفك الله ونجح التطبيق تمام لازم تحسب هل يربح التطبيق مو بينجح يحملون الناس شي ويجيب فلوس شي ثاني ترى هل عندك سعداد تصرف عليه هل عندك سعداد بسرعة تبيع الناس هل تقدر تبيعه بسرعة فهمت الفكرة في تطبيقات سوت عملة وسوت ناس وفي النهاية لا قدرت تبيع ولا قدرت ليه انا كنت فاول تطبيق اشتريه وتطبيق مشهور وعليه ناس في النهاية عليه مديونيات مرة عالية عليه مديونيات هو بالعكس يعلن فلاسه ويطلع من التطبيق ولا يتحمل مديونيات لانه مو بجايب القيمة اللي عليها الديون فهمت الفكرة التزامات مالية ومالتزامات فالمقصد يعني رأيي انا التطبيق مخاطرة بس اذا ضرب واحد كسر الدنيا تكسير بس المخاطرة جدا عالية هل عندك سادات خاطر بفلوسك اذا عندك توكل على الله وتصرف وتصرف وتشتغل عليه فهمت الفكرة هذا اللي بغى اوصل لك اياه مو بأحبطكم اقول لا تسوين تطبيقات لا بس التطبيق في مخاطرة ادري عن وضعك المادي تقول لا والله عندي فلوس على جنب بخاطر فيها خاطر في تطبيق اذا انت مقتنع فيه وما في فكرة زيّة وتتوقع ان الناس بتتقال علومة بس تطبيق اوبر السنة الاخيرة 2019 وصلت خسائره ثمانية ونص مليار دولار يعني فوق 25 مليار ريال تقول لي يزيد لو حقك تستثمر فيه لو الفكرة في بال طبعا استثمر فيه لاني ببيعه مو بلاني بربح من وراه بنزل بالسوق وبيعه ولكن قبل البيع قبل البيع من بي قعد يصرف عليه لازم ندخل مستثمرين واضمن فهمت الفكرة قبل البيع يعني هو معي لسه ما طرحته في السوق فهمت اللي بوصل لكم اياه في شي ثاني كثير يجيني مثلا اباسوي تطبيق زي مثلا مثلا زي واتساب زي سنابشات زي انستجرام يعني وش الميزة اللي فيه انا ابغى وصل رسالة مرة مهمة في كل النشاطات لا تسوي شي نفس الشي يعني مثال مثال بيبسي وكولا تتوقعون انتم بس انه صدق خلطة سرية وانه ما يقدر احد يطبقها صدق ولا تمزحون والله يا فيه شركات موجودة مو بنا اللي اجيبها انت تقدر تجيبها تجيب لك طعم البيبسي انفرقتها لك اللي تبي تجيب لك طعم الكولا انفرقتها لك اللي تبي انا واجيب لك اياها بس تقدر تبيع تنافسهم ولا في الحلم ما تقدر تبيع تنافسها ما تقدر ليش انا اشتري في كولا جنبي او بيبسي وفي انت جاي منتجك اسمه سعد ليش اشتري سعد بتسوي سعر ارخص ما تقدر تسوي سعر ارخص ما تقدر لانهم رخصين الاسعار هم تجار انا والله اني ذايق منتج من شركة انا وكمع عبدالله اخوي والله لا تفرق المشروب البيبسي عن البيبسي ولا الكولا عن الكولا ولا الميراندا عن الميراندا ولا الفانتا عن الفانتا ولا السهنب عن السهنب والله ما تفرقها والله ما تفرقها طيب تقدر تبيعها ما تقدر تبيعها ما تقدر تبيعها وخلطة سرية وقصب ما في خلطة سرية ولا سواليف كل الشركات تقدر تسوي اعطيكم تأكيد الكلامي في كل العالم كولا توزع أكثر من بيفسي تشوف انتشار كولا أقوى من بيفسي في السعودية بيفسي أقوى من كولا في التوزيع وزعت وانتشرت قبلها ما قدرت كولا تاخذ منها الحصة وهي كولا ما قدرت من أكبر شركات العالم ولا قدرت تاخذ الحصة منها كيف تجي أنت منتجك التقليد تنافس معهم ما تقدر لأن ما في ميزة عندك إضافية عشان تاخذها منهم فهمت الفكرة؟ لو منتجك أنت طعم ثاني أوكي تاخذ زبون وتسوي لقاعدة زبون بس ما تجي تسوي نفسه وتبغى تاخذ حصة منها فهمت الفكرة؟ والله يوفقكم ويرزقكم